موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة لكل المشاهدين الكرام على قناة مغرب تيفي في حلقة جديدة من البرنامج مع الناس موضوع حلقة اليوم أي مواكبة حقيقية اجتماعية لسجناء مغربة في بلاد المهجر لمناقشة هذا الموضوع نستضيفه معنا السيد الأستاذ محمد أزيد تراوي مستشار المؤسسات العمومية اللي رأيت شباب هنا ببلجيكا مرحبا بك مرحبا أخ موسيف في البداية هذا الموضوع هذا اللي هو شائك واحتى الكلام فيه يعني ولا كلام قليل حنا اضطرنا في البرنامج مع الناس أننا نقشو هذه القضية دي المواكبة الاجتماعية للسجناء المغربة في بلاد المهجر بداية عم بدأ بالإحصائيات اللي لدينا بعض الإحصائيات اللي عدنا اللي كتهضر على بعض السجناء في بعض الدول الأوروبية وأبتدئ بدولة إيطاليا نسبة إحصائيات بدولة إيطاليا 20% من المجموع 23699 سجين أو معتقل بإيطاليا بالتالي يحتلوا المرتبة الأولى من مختلف الجاليات الأجنبية حسب تقرير إزمو كذلك في فرنسا أكثر من 25% من سجناء مسلمين واللي كيتعدى عدد ديالهم 18 ألف مسلم وهذه الإحصائيات بناء على طلبات ديال هاد السجناء اللي كي طلبوا يتبقوا طقوس وشعائر إسلامية خصوصا شهر رمضان حسب موقع كونترابو كذلك في إسبانيا نسبة 120% من مجموع السجناء الأجنب ويبلغ عددهم حسب إحصائية 2012 5870 سجين وكيتصدروا المرتبة الأولى من السجناء الأجنب إذن هذه الإحصائيات غبما كنقولي ممكن تكون مخيفة ممكن تكون حقيقة على حساب المواقع وبعض الناس اللي كيهتموا بهذه الإحصائيات في قضية ديال السجناء المغاربة ولكن احنا اللي كيهمنا في الأمر القضية ديال هذه الإحصائيات هو الأسباب والتداعيات اللي كتخلي هاد العدد اللي هو ربما كيبنى عدد كبير شويش من حيث العدد ديال السجناء المغاربة في المهجر سيدي بالنسبة لولا هذه الإحصائيات ولي كتقولوا فيها أرقام لي هي كبيرة شون ممكن تكون القراءة ديالكم الأولية في الموضوع؟ شكراً الإحصائيات كتعطي واحد صورة مخلوطة لأنها ما كيش ندافع الانتماء لبلد معين أو لدين معين هناك مشاكل اجتماعية عدة ولكن الصداف بأنك يتوجدوا هاد الناس مثلاً من جنسية أجنبية أو مدينة أخرى في محلات اللي كتسموا ديجيتو وبالتالي كتكون مثلاً ظاهرة لانحراف بكثرة موجودة في الأماكن وكان الناس لكي اعطوا قراءة أخرى لأنهم من لأنهم أجانب أو لأنهم مسلمين إلى غير ذلك هاد قراءة مغلوطة تماماً لأن هذا حوار قدر مثلاً ذو اليمين المتطرفين يبنيوا عليه ويقولوا آه لأن الخطأ بأنهم مسلمون أو بنوانجل لا الخطأ لأنهم كعيشوا ظروف اجتماعية قاسية ما كينش تأطير هاد المشاكل عاشوها المهاجرين منذ البداية كانوا ما فكروش مثلاً باش يدمجوهم في آواسط حياء أخرى باش يدمجوا مع المجتمع البلجيكي بل وضعوهم في محلات خاصة بهم دوكي تكاترو وبالتالي كبرات مثلاً الأزمة اقتصادية في الأول كانوا المجتمع البلجيكي كانوا بغاء ليد العاملة نامبوغت لكي يجي مرحبا دابلا ولاكش مقنان ولا بوكو بلو بروفيسيوناليزي في الأول بدكش باش تلقوا الناس كترة البطالة في ذلك الأحياء إلى كترة عمليات مثلاً السطو الجريمة إلى غير ذلك ولكن ما عنده تلاشي علاقة لا بانتماء البلد ولا بالدين نعم بالنسبة لهذه الإحصائيات وأنا أحترم القراءة ديالك لهذه الأرقام هذه كتجرنا نهضر شويش على الوضعية ديال الوضعية الواقعية للسجناء المغربية بالمهجار خصوصاً هاد السجناء لداخل السجن واش في حقوق ديالهم اللي كيتمتعوا بها يعني تم عندهم الحق بالممارسات متى شعاء الدينية دون قرص متى الرمضان وبعض الأعياد إلى غير ذلك ثالثاً الوضعية واش هناك مساعدات قضائية منسبة لهذا السجناء داخل السجن الحقوق للسجناء كيفما كان أصلهم إما الإثني أو الديني فهم بحل بحل هذا نكونوا واقعين لله ما لله وليقيصر ما ليقيصر فيما يخص هنا في بلجيكا هناك كين عدالة اللي كانت تجدعي للجامعة يعني ما كانش حيف لأنه مغربي أو لأنه مسلم أو لأنه إجنابي نفس الحقوق ديال السجناء وأحياناً يكون واحد الخطيلات حتى في الزنزانة داخل السجن وهذا الأمر نقدر نقوله حتى المؤسسات مثلاً الإصلاحية ما كانش فرق بأن هذا قاصر بها مسلم وهذا قاصر حيث كاتوليكي أو لايكي نتعاملوا معهم الفرق الله كين نفس القانون حتى في الأطور أنا كنستغل مثلاً كمؤضف بالجيكيف هذا رعاية ديال مصالح رعاية الشباب وكمستشار ما كنحش بأنني مظلوم مثلاً في المهنة ديالي وبالتالي وهذه مدة دير 17 سنة زرت السجن كذلك هناك ظروف ديال الإقامة ديالك السجناء كتكون ظروف خاصة فيما يخص الناس المبعدين عن أهلهم مثلاً كيكون واحد بوحده سكن هنايا كيتعتقل كيمسي للشجن كيتحكم بعملات السنين إلا ما كانوش عنده الأقرباء دياله والأهل دياله قرب يزو يزوروه مرة مرة كيعيش مثلاً واحدة أزمة ديال علاقة مجتمعية في غياب الأهل دياله شكون يوسه وبالتالي كان مثلاً مرشدين الدولة البلجيكية خلقات مناصب شغل لمرشدين مثلاً مسلمين اللي كيزوروهم كامل المسلمين جميع انتماءاتهم جميع الجنسيات ديالهم أكيد كما هدرت واجبتي نموذج ديال بلجيكا اللي احنا كانوا دروع للسجن داخل أوروبا ونموذج ديال بلجيكا بلجيكا هي واحد دولة اللي فعلاً كتعترف وكتعطي لجميع المسلمين هنا يا حق ديال الممارسة ديال الشعائر الدينية والتقص هذه معروفة وهذا فضل ميمكيشي نكروه فضل الحلقة هذه على أن هذك الوضعية ديال هذك الناس اللي في السجنة واش كي يستفدوا من نفس الحقوق اللي يعني الحق ديال الممارسة الشعائر إلى غير ذلك فعلاً فيما يخص هذا الحق للشعائر الديني للتذكير بأن بلجيكا عطرفت بالإسلام هذه مدت ديال 40 سنة الآن كان عيسوس سنة 40 بعد عطرف الرسمي للمملكة البلجيكية بالدين الإسلامي وكي احترمهم متى في الوجبات الغدائية مثلاً حت كيكون في المهنو لحملخين زير للأخرين كيقول لكل مسلمين ما غادش نعطون للمخين ما كييرغموهم شو بل كيدرهم البديل ما لحم دجاج أو غنم أو سمك إلى غير ذلك ما كيفرضوش عليهم الوجبة اللي كتنافى مع التقوص ديالهم وكيف تحولهم المجال كيجيهم أئمة كيجيهم مستشارين زوار وكتكثر هاد الزيارات وكتكثر هاد المساعدة الروحية بين القاوسين في شهر رمضان عبرك مساعدة مثلاً مع جمعيات ديال المجتمع المدني اللي كتنضم لهاد المجموعة ديال الكونسيي كيجروا السجون بجميع السجون البلجيكية وكين تسهيلات من الإدارة البلجيكية في هاد المجال نعم على ذكر بلجيكا احنا عنا معلومات اللي توصلنا بها لحسب الوضعية ديال السجناء بإيطاليا اللي هما يعني بشي كيعيشوا وضعية يعني خاصة مختلفة ونما عندهم واحد نقص في هاد القضية ديال الحقوق خوصاً في عملية ديال التواصل وكان عارفوا بأن بعض الدول الأوروبية من بلجيكا إسبانيا وبعض الدول أخرى اللي كتعطيهم هاد الحق هذا ديال التواصل مع العائلة دياله محنا كنعرفوا مثلاً إيطاليا كمجموعة ديال السجناء اللي هما العائلة والأهل دياله ما كينش في إيطاليا يعني كيكونوا في المغرب أو في الدول أخرى بالتالي كيصعب عليهم بالتالي كيكون عندهم هاد الحق ديال أنهم يتصلوا بيهم مرة في سمانة أو مرتين في الشهر يعني على حسب الوضعية بعض الدول يعني بلجيكا وإسبانيا اللي حسن معلومات اللي عندنا فرنسا لهم هاد الحق ولكن في إيطاليا ما عندهم ش هاد الحق شنو لا هنا في بلجيكا عندهم هاد الحق هاد الحق التواصل سعون كان الأهل ديالهم هنا في بلجيكا أو الأخر بلجيكا عندهم واحد العداد دي المكالمات الأسبوعية وبالتالي اللي بغي يعيط البطاقة ديالهم مسموح مثلا يشريو بطاقة ديال الهاتف فاشكي يكونوا في البريو فذك استراحة اليومية ديالهم يمكن له يتصل معلها إلى ديالهم هاد التواصل عن البعد ما كينش تا مشكل نقول لك هما اللولين كانوا كيعانو من دك التواصل عن قرب يعني ما كين دك زيارات الليلة كان عنده شحد منها إلى دياله أهنا أخ أو بنعمه أو صديق دياله يجيزورو ممكن حرموس منو وبالتالي ممكن يتواصلو ما كينتا وسموزكي في هذا الباب هذا هادة بسألة ديال الوضعية ولي كان هضروع عليها ديال السجن المغرب داخل السجن كتجرنا نقشو موضوع ديال المساعدة كما هضرت على المساعدة الاجتماعية يعني فتح المجال بعض الجمعيات الزيارات ديال السجن أو بما جلوس مع السجن تكون دينية ممكن تكون في هذا المجال ونما في المجال القضائي يعني المساعدة القضائية وخصصا يكونوا بعض الناس اللي هما يعني ماشي مدنمين ونما يعني أنهم تجربهم السجن لدورف ما أو شي خطأين ما واش هناك مساعدات قضائية كتقدمة القنصوليات في القسم ديالة ديالة شؤول الاجتماعية أو الجمعيات المدنية اللي كتتواجد في الدول الأوروبية فيما يخص القنصولية أنا لستو بموظفين في القنصولية وعندهم مصلحة جمعية ما كان عرش التواصل ديالهم كان عدرنا على التواصل مع مثلا إدارة البلجيكية ما كانت تموس كلم هاد الباب لأنهم عندهم محامون حتى الساجين أحيانا ما كانت عندهم تعم كانية مادية يخلص محامي إلا سكون أبيل بخوديو دونك عندهم كتتضمن له بعدها الدفاع مجاني كان هاد مساعدة القضائية وكتكون ديك ساعته لونك تتحري كيمشي في حالة مائدة تبعا تبعا بطبيعة الحال غايكون باريء ومنحق يطلب حتى تعويض لك أنت جن ضربا إذن ما كان كنرزعو نفس البداية ديال الحوار بأن بلجيكا كتتضمن الحق ديال الشعائر كان عرفونا في بلجيكا عندنا كتر من 312 المسجد الآن في بلجيكا إذن هذا تعبير أو شهادة صارخة بأن بلجيكا تحترمو الأديان كما كان جميع الأديان بوديين يهود انجليكان اللي بغيتي ونموجود عندك يحترمو الأعراء فيما يخص السجناء المسلمون ما كان شعما ميز ضدهم لأن هم مسلمين المسألة المواكبة اللي بغينا نحضره على الاجتماعية داخل السجون يعني على الأقل كين احنا ديما نحضره على القنصولية لأن عنده مؤسسة اجتماعية وانت كترفض بأن كتهضر على القنصولية حكم احنا نحضره معك كفاعل جمعاوي اللي تهضرنا في الإطار واش في إمكانية المؤسسات الاجتماعية داخل القنصولية كأقصام وكمسؤولين يمكن يديروا شي بديرة أو شي مواكبة لهذه السجنة اللي كيدخلوا داخل السجن ممكن القنصولية كاملة عندهم سميتوا باحث شماعي واحد متلا السجن سوشيال كيساعد المغرب اللي كيزيو يقضيو أغراض هم تمك ماك كنرف نظر معها كمشي كم أي مغربي تمك كتوصلوا مثلا كنعرف الاسيطان سوشيال دي كنصولية كنعرفوا مزيان لو صلاتوا مثلا شكواء من طرفين ما كيدير المجهود ديالو بتليفون إلى غريض اللي كيبقى المدقلة ديالو محدودة مايمكن لس مثلا يتبع الملفات ديال الأسرى في السجون مايمكن لس يتبع الملفات ديال المرضى في المستفايات هاد التضامن ديال المغربة هنا وكيتحركوا مجتمع مدني جمعيات كي حاول يزوروا مثلا مرضى كي حاول يزوروا سجناء كيتحركوا أكثر عندهم دور فعال في هاد الميدان هذا داخل السجون داخل المستفايات نعم أكيد أن القلة ديال يعني الناس اللي هما اجتماعيين أو مرشدين اجتماعيين داخل القنصوليات بأوروبا بصفة عامة هي وعدة تقليل جدا وبالتالي احنا كنطلبوا بهذه الإدارة أنها تكتر من هذه الناس لأنهم يخفوا على الكثير مشاكل وقبل ما اتطورت وليه مشاكل كبيرة حقيقية إذن دايما كنهضروا على المواكبة داخل السجون جتنا رسالة البرنامج مع الناس عند السيد حيمر الباشري من دانيمارك عن الطعام في سجن فيستر بيكو بن هاغن وبسبب هذ المشكل ديالات السيدة اللي هي ضحية كما كتبول الرسالة بسبب الظلم اللي طالها بطرف القضاء الدانيماركي اللي لم ينصفها في القضية اللي رفعتها ضد زوجها الحميلة الجنسية الدانيماركية والدعوة هي أنها تهمى بأنها اختطفت البنت ديالة اللي اسميتها سارة من عمر سنتين مغربية وحميلة الجنسية الدانيماركية وخرج بها خرج الوطن وبالتالي تم حرم مرؤية بنتها ودانت بحكم ستة أشهر حبسة نافذة دون مراعاة الحقائق التي قدمتها لجهة وهي أنها لم تكن تقيم بالدانيمارك بل في إسبانيا مع زوجها ووجودها في المغرب أثناء يعني وجود ديالة في المغرب كان أثناء رفع دعوة ضد زوج ديالها يرفع لها دعوة في دانيمارك بسبب اختطاف ابنتها هات سيدة هذه ما زال عاملة إضارة مفتوح وكالطالب لفتح التحقيق وتمكنها مرؤية يعني رؤية البنت ديالها ومساعدتها قضائيا إذن طلبت من المؤسسة الاجتماعية للتابعة القنصلية أنها تشوف من حال ديالها وأنها تهتم يعني تكون مواحي مواكبة قضائيا لها إذن هذه الرسالة التي توصلنا من هذه السيدة التي تبتل حال الصورة ديالها التي كتبتها عبر الشاشة وكذلك الرسالة القنصل والورقة ديال الحكم ديالها إذن إحنا نطلب من جميع المسؤولين والفاعلين لمجتمع المدني أنها يشوفوا هذه السيدة من حال ديالها وأنهم يرفقوها ويرفقوا مشكلتها القضائية وتمتيها برؤية ابنتها بالدانيمارك هذه حالة أستاذي في الوضعية بعض الناس اليوم كيكونوا مضلومين وهذا ما قلنا اللي كيطلبوا من القنصية التدخل عبر المؤسسة الاجتماعية ديالها وللأسف ما هذه المؤسسات ما كتستغش إلى هذه النساد وبالتالي كتولي حصرة الجالية ككل وهذا دوركم كإعلاميين وانا كان شيد بمغرب تيفي لأنك كانت واحد سابقة كان تكر لأخ محمد تيجيني في حلقة سابقة فيما يخص واحد السيدة العربية السعودية على ما أظن وكانت تعطى الثمار ديالها وتمنى بهذا النداء اللي كترسله الآن تعطى الثمار كذلك هنا فعلا في هذا المجال في هذه الحالات الخاصة اللي ذكرت هذا هو المجال اللي تدخل فيه مثلا الدبلوماسية المغربية كما كيدخلوا فيه دبلوماسية دخرين حتى كيكون مثلا الرعاية ديالها كيكون لمسوم واحد الحيف قاسوم واحد الحيف إما قانوني أو غيره كيدخلوا في هذا الباب هذا مجال تقدر تدخل فيه وكنتظن النداء ديالكم يتسمع إنساء الله وتحرك السلوطات الديبلوماسية تعالى في ذاك البلاد وصالح السيدة نتمنى الصوت ديال السيدة يوصل للجامع ونحن لم نريد أن نهضر على المشكل ككل لأن لم نرى في حلقة ونحن مجلس في إطار بعض المواكبة القضائية بعض السجنة اللي يكونون مضلمين بحالة السيدة من دونمارك وكان نتمنى أن يسمعونا والمجتمع المداني والقنصولية والمؤسسات ديال الدولة أن تحرك لتنصف هذه السيدة هذه في إطار المواكبة ونحن دائما في المواكبة قلنا داخل السجن وش هناك غياب ديال المواكبة خارج السجن يعني بعض السجن يطلق صراحه وخرج وش مواكبة ديال لأولا نعرف أنا مجموعة المشاكي كتكون عنده أولا تقبل ديال المجتمع ديال النظراء المجتمع ديال الإنسان خارج مسجن اللولا ثانيا المشكل في العمل مشكل ديال يعني يمكن بعض الناس اللي كيخرجوا بسنوات كبيرة كيشبروا واقع آخر وإكراهات ومشاكي وش هناك مواكبة لهذه الناس دو من طرف الجمعيات اللي هما الأساس يعني اللي كتشتغل بعدك على هذ الناس دو سجن في إطار المواكبة التانية المؤسسات الحكومية هذا هو بيت القصيد ماحد حد كيكون ساجين مثلا داخل مؤسسة سجنية كتكون رعاية كين موظفون كيتسنطلو يحاول يديرو مثلا ديال مغصد ميس قطيف المشكل هو فاش كيخرج أشوف لاشتي واحد العصفور في واحد القفص خليته واحد لمدة ديال سنتين أو ثلاث سنوات كتفتح له باب القفص ما يقدر حرية يخرج كيخاف على رأسه يفضل يولي لذيك القفص نفس الشيء ما يخص الأدميين سحل من ساجين مثلا بعد قضاء 15 سنة أو 10 سنوات في السجن كيخرج لما كان لقاء مثلا اللي يحتضنو خارج السجن رايقدر هو يرتاكب شي حاجة أخرى باش يولي للسجن إنكي قلتم مع الأقل كالقراحتي السيد كيكون كما كان قلو الفرنسي كيكون خارج التغطية خارج ما عندوش فين يمشي خاصة لا ما عندوش لأهل ديالو كيحكي لي واحد السجن كان دووز 19 سنة هو بلجيكي الأصل كان تعتقل واحد جاري ما تقاتل كان باقي صغير دووز 19 سنة كبر في الحبس فاش خرج قال لي ما عفت كيهدروني على بطاقة بنكية مع عمره قال لأن قبط بطاقة بنكية في دي لأن فاش اعتقلوني كنت باقي مراهيق ومبعد هربت ومبعد ارتكبت زور مآخر وردوني ومع الكبار قال لي حتى بطاقة ما عرفتها ما كان عرف سنا هو سيرفيج لميتويل مثلا ديال تعدودية ما كان عرف سنا هي المصالح التي تتي معي على برة قال لي واللي تبحال واحد الأعمى خاص اللي قبط بيدي يقودني وبالتالي حتى كيكونوا بعاد على اللي يرشدهم كيخاص مثلا هاد الجمعيات اللي تحتضنهم وتوجهم وتكون معاهم وكان قولا عوثني ما على أسف ما كانش حنا في الجمعيات ديالنا ديال المرشدين إما دا ادخل الراكز التربوي أو السيجن هذا بدام البرنامج عمل اللي عدنا وهي نديرو وحدة ديال الإنصات مثلا على الأقل غرب الإرشاد وانتصلوا غرب الهاتف حسب إمكانيات لأنها ما كانش الآن ولكن هدي التصور ديالنا إن شاء الله المستقبلي بس نحاولوا نملؤوا هذا الفراغ الساحة فيما يخص الجمعيات المسلمة من عدم مع العلم عدنا 312 لمسجد والناس كورما كيكونوا أسخياء مع المساجد ولكن ما كانش لي وجه مثلا احتدك العطاء اللي كيت تعطاء غير ما حد المسكن اللي من لا مسكن له أدرى موسكي المطروح كيخور السجن بعد مقدة دك المدة دياله كيمشي يولي إزدائف كيمشي نعس فلاقار تحت القنطرة الصافي كيحاول نضابط ولا كي كيولي عودين يمجري عغلا كتفتح له فرصة كي عود يولي للسجن كيقول بناء أنه في السجن أحسن لأنه عندي لقمة للعيش مضمونة لتم كما قلت كين جمعيات اللي كتهتم بات السجن هي قليلة جدا حسب إحصائيات والبحث دياله جبرنا هي قليلة بزاف دياله الجمعيات اللي كت ممكن تواكب وهنا جات فكرة يعني الدور ديال المساجد يعني المساجد مش الدور دياله فالقضية دياله الناس لمواكبة هاد الناس بعد ما خروج بالسجن على الأقل داخل المساجد هي مؤسسة هاد مؤسسة هاد مؤسسة هاد يش ما تدرش خالية يعني باب تفكير خالية اللي يمكن تصهر على هاد الناس هادو مثل ممكن نقول الناس هاد سجنة نهضروا على الناس المرضى نهضروا على العجازة وهم جمعات ديال يعني مواضع أو القضايا اللي كتهم ويمكن تكون أحسن لأن المساجد لو قامت بهذا دور هاد يمكن تعطيه الأوكل ديال فرعي هما كيجو المساجد طلبات كثيرة كيجو هالي مريض هالي ما عندوش لوراق إلى غري دالي المسجد التوكي يحاول يحاول على السمعة دياله وإلا غادي تنعت بأنه واحد المحل كيفتح الباب دياله ربما الناس خورين إرهابيين وتلقى عليه إشاعات كثيرة وخاصة في الظروف اللي كنا عيش الان المسجد كيبغي يعطي الدعم المادي مثلا حت كيجي واحد كيترنق بابه أنا رمف حالي أنا مريض جت الدواء ولا جيت لنا كما كان قوله تقطع بي الحبل وقليش ولكن في الحبس الخروج كيحاول يبلغ المصلي اللي كيجي يعطلو ديك البراكة كيجي ديك البراكة يمشي في حاله ولا إني ما كيش واحد العمل مداوم يعني ديك الهيكلة هي كالأخصة تكون دي الاحترافية يكونوا الناس دي الميدان محترفين الكاتوليين عندهم مراكز دي الإيواء إنه وقدام لنا بلادهم هنا هاد النداءات قلنا في عدة لقاءات الاخرين سيضروه في بلاستنا لأننا نحن 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 مثلا في الناس يعتني به ويخلو لأداء صلاة ووضوء دياله إلى غري حس بينه وبين عشيرته كان مثلا السجن المسلم يخرج ويقول لأخويا لم يمشي نحن نحن فضاء لقاء في راحتي ولقاء هذا هو المشكلة وكي مجموعة مشكل رغم أن لو تكاتف جهود بدول من طرف جميع المتدخلين الجمعويين والمؤسسات لداخل أوروبا المؤسسات تقفية اجتماعية مساجد وهي مؤسسة دينية تقوم بهالدور خصصا من كي يكون خلال في بعض أو خصص في هذا المجال معين خصصا في المسألة ديال السجناء المغاربة بالمهجار المحور الأخير اللي يمكن نهضره فيه هي المؤسسات الحكومية وهنا البيت القاصد في قضية الاتفاقيات ديال الحكومة مع الدول ديال المهجار خلقت السنكار خصصا في إيطاليا من طرف الفاعلي لا السياسيين ولا الجمعويين المغاربة هناك لأن هاتفاقيات يقولون أنها لا تخدم المواطن المغربي بل تخدم الحكومة لأن هاتفاقيات دخلوا من الفلوس في قضية ديال الترحل السجنة إلى المغرب أنا ما مفكرواش بأن هاتفاقي السجنة يخلقوا لما شكل أخرى مثلا السجنة أهل دياله مثلا في إيطاليا فقط تنقل السجين من إيطاليا إلى المغرب كيفاش العملية ديال التواصل هاتفو المشكل فيها لأن ما يبقاش ديال التواصل بشكل دائم ويومي أو أسبوعي لأن هتصعب لهم قضية ديال التنقل قضية ديال أن المواطن أو السجين المغربي كيفاش كتشوف الحكومة كتنظر له فوقت لأنه تهتم بالمشاكل دياله والمواكبة دياله اجتماعية كتفكر أنه تجيبوا المغرب وتحطوا داخل السجن فوقت له هرم المغرب بحثا على العيش الأفضل شنو قرأتكم عليها اتفاقيات ديال الحكومة ديال بن كيران مع بعض الدول خصة مؤخرة اتفاقية بإيطاليا واتفاقية المجددة ببلجيكا وحسب الإحصائيات اللي عدنا وليش نكون واضحين في هذه القضية ديال اتفاقيات مثلا السبيل المثال الاتفاقية بين المغرب وببلجيكا تبرمت في 1997 زيان كانت إمكانية ترحل السجناء ولكن بشرط موافقة ديال السجناء جاءت في 2007 تم تعديل الاتفاقية شوف كيفاش عاد الاتفاقية كيفاش كيفاش كيتتنازل ديال الدولة في هذا الإطار هذا إضافة جديد وإسقطت الشرط ببعنى أن السجناء بلا ما يوافقوا لما يوافقوا شي ممكن المؤسسة الجنية في الدولة مثلا بيجيكا يهزو أي سجن والدولة المغرب على أساس أنه في المغرب يخلصوا عليه لأن القيمة اللي كان هدروا عليها اقتصاديا مثلا هنا بيجيكا كيتقبل سجن بأحد تكلفة باهدة ترحيل دياله كيتقبل تكلفة أقل يعني بيجيكا موضيعيا يعني أنها كتدر واحد العمالية حسابية عادية نورما وإنما المغرب كان يشوف منظور آخر اجتماعي إلى غير ذلك وفي سنة 2012 تم ترحيل أول دفعة يعني شوف من 97 اتفاقية تم جديدة في 2007 و2012 مؤخرا تم ترحيل أول دفعة من البلجيكا شوني ممكن تقولنا على هاتفاقية اللي كتبر الحكومات ما نقولوش عاي حكومة مؤخرا اللي يتبن كيرو ونماء حكومات المتاع عاقبة في هذا الإطار هذي يعني أنها ما كتراعيش هذيك السجين المغربي الحكومة البلجيكية برمت تعدى اتفاقيات مع دول آخرين نقاش كتعرف واحد الاقتضاد في السجود ديلها سجون ديلها الان كيوانسلو حتى المئة و 20% متقل استيعابية ديلهم يعني كيفوتو 20% متقل استيعابية يعني كان دفعت الأمور في سنوات الأخيرة حتى تكري سجون في هولندا مثلا في هولندا ما كيتعدوش 90% متقل استيعابية يعني كيخدمو بواحد عندهم واحد لفورش ديل دي بورسون كتبقى باقي خاوية في سجون ديلهم اللهم في بلجيكا فاتوا 20% كانوا دو سجناء مننا الهولندا وكراولو تامان باهد حالا كراولو طيل وبالتالي حتى كيلقوا على واحد المتنفس باش يرسلوا سجناء لبلادهم لقضاء مثلا المدة المتبقية من الحكم ديلهم باش يخفو على ذاك الاقتضاد داخل السجون ولكن كين حالات مثلا وخاك يكون مصلي مغربي ومتجنس عنده جنسية بلجيكية ما غادش يمشي ولا كانت الحالة دياله ولاده هنا والزوجة دياله ما غادش شفته مثلا كيشوفوا واحد كان عابر سبيل ولا ما كانت عنده جنسية الى غري دالي كبعده كيتا ظروف كيرائي وحتى هذا الجنب هذا وحيانا حتى كيكون طلب تلس الساجين بنفسه كيقول كد القهرة هذي اللهم بلادي ولا نقلس هنا فعلا رهوجل هنا كان هارب من البطالة وهارب من ظروف معاشية من ظروف اقتصادية ولكن حتى يضيق به الحال وكي القرس يقضي واحد لمدة في السيجن وبإن ما تحش تولع الى ديال هو براس وكي تمنع كيقول مستبغل سيفتون حدا نقرب الاهل ديالي هذا حيانا كيكون كتكون في التارح على الساجين سوف مثلا ولا قاع في المغرب وحن كنت نتافق معك أستاذ كنت نتافق معك مثلا بلجيكا كنموداج يعني في الواقع يعني عادي الدولة كتبحث لأن السجون عندك كتبحث عن السجون أخرى يعني مسألة عادية هذه أنا ما كان نقشو هشي وما يمكن النقش لأن كان منطقية أبعد تقدير ونما المشكية هو المغرب كيف كيسني هات اتفاقيات كيف المغرب كيباع ولاد ديال وهاد الحكومات الولاد ديال لك اللي هما في بلجيكا مثلا أو في إيطاليا أو في إسبانيا أو في أي دولة اللي دوروا في ما تجربة في الحبس أو السجن تحكم متعلي في واحد الوقت الإنسان اللي كان يعيش في حياة أفضل كيش برسو في السجون داخل كيف يمكن يتقبل بعد ديال ديال السجين هات المسألة هذه وربما عامل اقتصادي لأن ربما يقدر يكون عامل اقتصادي كذلك إلا كانت الإدارة تقول له أنا أدي لك الوزي بقد إيدنا غير المغرب بلاد دكساجين إلا مثلا ما عارفش مثلا في حوادي الاتفاقية واش ممكن بعد ما يقضي المودة يمكن أن يرجع لنا أو لا يقرأ البنو ديال كاملين لما اتطلع على البنو ديال لهم واش هاد يعني في حالة ما إذا رده لتما ما يعود شي جي هدي مسألة أخرى هدي من نبوذة ويرجع ديكساج من الإقامة ديال وذي ما كنت شوش فيها مثلا شي حيف ربما تكون لصالح السجين إلا قرب مثلا الأهل ديال ويرطبت بعد احتمع الهوية ديال مع تقفت إلى غير دي كوم بعد يرجع ما كنت نص فيها حيف يا هدا كغل العامل الاقتصادي اللي كيدفع مثلا الناس يصيفته هم لتماك لما كما قلت لك هناك اقتضاد أما لكن خليها تماك وغير يحرم من الأوراق الإقامة كتعطي بعد آخر لم تفهمها المشكل وحدثه هو الاتفاقية ما كان فهموش وحن مجموعة للناس ما كان فهموش كيف الدولة أو الحكومة صح تعبير حكومة قدر اتفاقية مثلا ترحال ديالسجنة فقط ممكن تدير اتفاقية فتخة ديالسجنة المواكبة المتابعة تحسين الخدمات مجموعة تحويجات اللي ممكن تفيد أما منسبة ديال الترحيل لأن منسبة للإيطاليا السنكر ديال وما بغوش اتفاقية لأن كترح مجموعة أم مشاكل لأن فعلا لو ما كانش فيها مشاكل ما نقول الدنيا البطاقة ديال وفت إذن بشير جاء مشكل واش كيفاش عددير واش عيبقى في المغرب إذن كمجموعة التساؤلات وهذا التساؤلات اللي كيترح من المواطن وهذا الخوف لأن احنا كنوضحو هذا الخوف لأن الدور ديال المؤسسات هنا خصوصا القنصوليات والصفارة ما كتعم مش الواجب ديال كتخص تخرج الإعلام وتخرج توضاح الناس هاتفاقية هاشنو فيها المنافع ديال هل ما فيهش أضراء ما فيهش مشاكل باش الناس ميبقوش عنده متخاوف هاتفاقية وكي رفضو هاتفاقية للأسف المؤسسات ما كتعملش الدور ديال مش يكونوا واضحين فهذا مسألة نتوق معك مثلا نشوف الميدال اللي كنشتغل فينا معهم إنسان راشد جابوا معه تلقى مينور جابوا حدو طلعوا في شكر واتقبط هنا السرق دار واحد لزور مثلا وشال داك المؤسسة إصلاحية واحد الموداء تداء 15 يوم شهر 40 يوم كي خرج فين غادي يمشي أحيانا كيف تضلوهما وصلوه للدار ديالو للمغرب ما عندو ورقة لازوج ما عندوش فين غادي يمشي عند أهل أسرة اللي تحتضنوا إلا خلاه غادي يتاكب جريمة أخرى كيف تضلو يخلصوا له واحد تذكير مثلا ويحاولوا يلقوا للأسرة ديالو فين جاء ويدخلوا معه بتواصول يقولوا لولدين لكم ما فين القناة راكم في واحد المؤسسة حنا عدر أردو لكم هو براسو أنا شفت حالات يقول لك أنا خسن غير مشي في حالتين مليت لينك تلقاه بات في الزنقاء بات على الكارتون بات را بزيف كيت تحموش الإقامة هنا هي ليل دورادو را ما بقاتش هاد الفكرة هذي را شح المغرب بغادي في واحدة التطور را غادي يقول لون ناس يبعدوا يمشي ويسكنوا في المغرب الأوروبيين بدوها كيمشي وتمالين الظروف معاشية ويلاد في المغرب أحسن من هنا حنا ما شاد ينقولوا بأنه وراه الضلم حيف را حيانا كنشوف في هنا نعمة بأن الإنسان يمشي بعد عن جلدته والله خاصة بعض الظروف معينة يحس براحة ولكن بعد يقدر رجع فيما يخص سجناء الكبار مثلك هذه العملية فيما يخص القصرين هم برسهم يرحلون حيث ما كيكونش مثلا عندهم شي ما صير يضمن لهم إقامة ديالهم هنا يا شريفة أكيد قلسة معك موتع سيد عصراوي فهذه القضية هو موضوع كبير ويمكن نقشو لأنه فيه بزاف ديال الأشياء وإحنا توصلنا عبر مواقع الاجتماعي ديال ديال البرنامج مجموعة ديال الإخوان اللي كي يضروه اللي كي طلبوا أولا المحاسبة ديال المجلس الجالية اللي هو اللي كي عمل دور دياله الدراسات اللي ما عطاشي فالدومين فهذا الموضوع هذا ديال السجناء مغربة ما فيه شي تشي دراسات وإحنا كنقولها فهذا البرنامج على حساب اللي توصلنا به وكي طلبوا من المجلس ديال حقوق الإنسان يكون عنده واحد الفرع هنا في أوروبا نيمكن يواكب بعض المشاكل ديال هاد الناس هادو اللي هما سجناء في المهجار إذن كلمة أخيرة باش نختمو بها ديال الحلقة هدي شنو ممكن نتمنوا مثلا بإن النداء يكون نوصل لجهات المسؤولة بس تأخذ بعين الاعتبار المعاناة دياله ديال السجناء وخاصة هنا يا الساكنة الملجيكية بما فيها مؤسسة ديال ديال الهيئة تنفيذة لمسلم الملجيكة بما في الجمعية المساجد نتمنوا يسمعوا هذا الخطب هذا وحاولوا فكروا في إيجاد مثلا فضاءات لاستقبال هؤلاء السجناء بعد الخروج ديالهم بعد قضاءهم فترات ديال فترات الحبسية باش تحكمو باش يمكن لهم اندمجوا في المجتمع من جديد وانتلقوا انطلاق نظيفة من البعض نساء الله وشكرا لكم على استدفتكم لنا في هذه الحلقة إذن شكرا أستاذ محمد أزعي تراوي اللي هو مستشار المؤسسات العمومية لريعاية الشباب هنا في بلجيكا وشكرا لكل المشاهدة الكرام على تتبع حسن التتبع وإلى اللقاء في حقا قادمة إن شاء الله من البرنامج مع الناس اشتركوا في القناة